وهل مزيدا من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السبعة سيد أكرم بعد التحية كيف ترى الدور المصري في محاولة احتواء تطورات الأوضاع في غزة وخاصة على صعيد الأوضاع الإنسانية يعني الحقيقة مصر منذ اللحظات الأولى يعني من 8 أكتوبر دازل جهود كبيرة جدا للسكترة على الموقف سواء من فلان دمر الفتح معبر رفح والدفع لحوة دخول المساعدات وصولا إلى هدنة تم مدها أكتر من مرة لكن كسرت هذه الهدنة فمصت تجز الجهود سواء في قمة القائرة للسلام أو في تحركات القمة العربية الإسلامية أو غيره بالإضافة إلى مباحثات الرئيس والصلاة مع كل الأطراف الدولية الفاعلة يعني مما فيهم الولايات المتحدة أو أوروبا أو الدول اللي كانت داعمها بشكل رئيسي في العدوان والاحتلال لكن الحقيقة طبعا كمان لولايات المتحدة نفسها أصبحت عجزة عن دفع نتنياهو أو غيره إلى هدنة أخرى أو إلى وقف لقد مات بالرغم من الغلايان العالمي وطبعا لولايات المتحدة عرقلت أي قرارات في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بالفيتو بالذات في مجلس الأمن لوقف العدوان القاهرة الحقيقة لم تتوقف سواء المطار العريش أو معبر رفح لم يغلق من الجهة المصرية ومضاعفة المواد الغذائية أو الوقود أو الغاز أو خيره مع كمان السعي مع أطراف إقليمية ومع أطراف دولية ووسطاء من توصل إلى وقف وإنهاء لهذه الأدوان وده قد يفتلزم بعض الوقت لكن الجهود المصرية لم تتوقف حقيقة مع ملاحظة أن مصر تصدد لأي محاولات تجاه تصفيق الخبار الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين أو وضع خطوط حمراء تجاه هذا الأمر دعم أستاذ أكرم كيف ترى الوضع في الأيام المقبلة وكما ذكرت حضرتك مصر تقوم بدور كبير في هذا الإطار لكن ماذا عن استجابة المجتمع الدولي لذلك وخاصة مع سوء الأوضاع كما حذرت الأمم المتحدة من انهيار الأوضاع وأنه يعني احتياج الفلسطينيين للمعونات يعني جعلهم يتكالبون على هذه المعونات بصورة تدعو إلى الخطر الإنساني يعني طبعا الحقيقة اللي حصل فعلا الأدوان المستمر بشكل كبير في محاولات مصرية لتصل مع دول عربية وفيرو مستقبل الأمر مرهول غالبا لتدخلات أمريكية تجبر نيتنياهو على وقت هذا الأدوان خاصة وإنه الاحتلال لم يحقق أهدف واضحة تجاه وقف المقاومة أو غيره بالعكس هناك استمرار لتهديد مجتمع السعيلي من الدفع إلى الرهاج وغيره كل دي أوراق أعتقد بكم فيه تجاه خلال الساعات الماضية لهدنة أخرى أو وساطة أخرى تبزل فيها جهود أطراف مختلفة لكن هذه الأمور تأخذ بعد الوقت وأعتقد أنه استمراره النهائي هو وقف هذا الأدوان لأنه لم يحقق متائج ونفس الأمر فيه الكثير من المواجهة مع المجتمع الدولي وغيره سهيح ساز أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع شكرا جزيلا لك